وموضوع بالنسبة لي أتمنى أن يكون هناك تدخل في هذا الأمر على فكرة أنا كإسلام ممكن أطلع على اليوتيوب وعد أتكلم وأقول أي كلام وأغلط في الناس اللي بتغلط في الأهلي واللي بيغلطه في محمد هاني واللي بيغلط في كذا واللي بيقول إيحاءات ليست إيحاءات جيدة ممكن جدا أن الواحد يطلع يعمل كده ولكن إحنا بنشتغل داخل النادي الأهلي وداخل منظومة النادي الأهلي اللي بيطلع يعمل كده يا جماعة ده والله العظيم تلاتة يعني أنا بس عايز أبقى متحفظ جدا 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 لأنه إحنا في قناة محترمة وقناة مكتوب عليها فوق اسم النادي الأهلي يجب أن يكون هناك تدخل من المجلس الأعلى للإعلام الناس اللي بتتكلم بمثل هذه الطريقة الناس اللي بتهرج واللي بتتحك واللي فاكرة نفسها لطيفة وظريفة لمجرد أن هي عايزة الناس تتفرج عليها وبتقول إيحاءات إيحاءات ما يصحش أنها تتقال محمد هاني نجم من منتخب مصر محمد هاني نجم النادي الأهلي عايز تنتقد محمد هاني انتقده زي ما أنت عايز ولكن بمثل هذه الإيحاءات الغير لطيفة أتمنى أن يكون هناك تدخل وأنا المرة دي بتكلم بمنتهى الزوء وبمنتهى الحيادية مش الحيادية بمنتهى الزوء أنا أقصد يعني لأنه إحنا تعلمنا كده جماعة داخل النادي الأهلي إن إحنا ما ينفعش نغلط في حد حتى لو الحد ده بيغلط ومش بيغلط لأول مرة لتاني وديكوا شفتوا نهاية الناس الغلطين بتروح فين يا أخي الطاعز من اللي قابلك حيجي لك يوم الطاعز من اللي قابلك حيجي لك يوم سيظل النادي الأهلي وقناته ومذيعيه وكل الناس اللي فيه متمسقة بقيم ومبادئ النادي الأهلي وحتفضل إنت بالنسبة لنا عروسة بتتحرك وإحنا عارفين مين اللي بيقولك وبيتبعت لك إيه على الموبايل عروسة بتتحرك حتفضل كده بالنسبة لنا مهرج بنتحك عليك لكن هي تصل لهذه الدرجة والناس سكتة والناس قاعدة يعني ما يصحش الكلام ده يا جماعة كلام اللي أنا بشوفه بسمعه ده يعني كل مرة بنقول مثل هؤلاء هم اللي بيزيدوا التعصب بالمناسبة يعني الحمد لله والشكر لله قناة النادي الأهلي محافظة على هذا أو الشكل الرائع اللي ماشيين به خلال طول عمرنا مش اليومين اللي فاتوا بس احنا طول عمرنا دائما ما بيكون عندنا اسم النادي الأهلي ومبادئه واخلاقه بنمشي عليها مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوطات ومهما كان انتقاد الجمهور النادي الأهلي لينا خلي بال حضرتك ولكن مش للدرجات يا جماعة مش للدرجة واحد مهرج يطلع يتكلم بهذا الشكل وبهذه الطريقة عيب اللي بيحصل ده عيب يا أخي خلي بالك من كلامك انتقد زي ما انت عايزه اقول اللي انت عايزه ولكن باسلوب محترم وليس بهذا الاسلوب المتدني هتقول لي انت ليه بتاخد بالك من كلامك عشان انا في النادي الأهلي وفي قناة النادي الأهلي دي أخلاقنا او دي أخلاق النادي الأهلي اللي احنا دايما بنتكلم بها وبهذه الطريقة فأتمنى أتمنى أن ان شاء الله الناس اللي زي اللي بيتكلموا بهذا الشكل أتمنى ان هما يكون في وقفة من كل الناس ضد هؤلاء الصانع الفتنة هنسميهم صانع الفتنة لان هما صانع الفتنة دلوقتي بقى قليلين جدا ووطحين للناس كلهم أتمنى ان ينتهي هذا الأمر خلال الفترات القادمة ترجمة نانسي قنقر